يتم تصوير هذه الحلقة صباح اليوم التالي لخسارة الاهلي امام فلمنيزي البرازيلي وضيع فرصة المنافسة على لقب كأس العالم للاندية عفوا ايها الشماريخ انت اللي جيت في وشي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في مراجعة جديدة على فيلم جامد والفيلم اللي حنتكلم عنه النهاردة هو شماريخ زي ما انتوا شايفين كده رجعنا لستب ممكن يكون قديم شوية سلاش جديد جدا حاجة مش مفهومة يعني وطبعا اي تغيير كبير حتيجي معا مشاكل كبيرة انا الان من الصوت شويتين الان من الاضاءة شويتين حنشوف الدنيا حتمشي ازاي وطبعا انتوا حتسندونا لايكات ودعمه ايوة يا مهدي ومعليش وان شاء الله بإذن الله الدنيا تتحسن مع الحلقات اللي جاية واصلا مفيش مشاكل والمهم ان احنا شايفين كبير منظمة الحاجات من دي يعني ومن اكتر الحاجات اللي متوقع ان انا اطلخبط فيها هي ان انا افتكر احنا كنا بنعمل ايه اصلا يتهيق لي اول حاجة كنا بنعملها هي اننا بنقدم قصة الفيلم وقصة الفيلم بتدور عن شخصية برود او رؤوف الابن الغير شرعي لاحد زعماء الجريمة في تجارة السلاح واللي يعتبر قائد او عنصر مهم جدا في عدد من العمليات الغير نظيفة لصالح والده اللي لسه ما اعترفش بيه وفي احد هذه العمليات برود طريقه بيتقاطع مع امينة وبيكون مطلوب منه انه يتولى امرها لهو يعني خلص عليها وطبعا برود بيرفض عشان يبقى شريك لها في رحلة هروب مليئة بالمعارك والقاتل والسواريخ والشماريخ والاسرار فيا ترى ايه اللي حيحصل فيلم شماريخ فيلم اكشن مليء بالافكار المستعارة من افلام اخرى متدني على المستوى الدرامي مقبول على المستوى الحركي ومتفوق على المستوى البصري تقول الاستاذة جوست انسيركت على منصة اكس ان فيلم شماريخ كان مصمم يخلق الاب وابنه بتوع فيلم جلادييتر هي هنا ما تقصدش العلاقة ما بين الاب وشخصية رؤوف هي العلاقة ما بين الاب وشخصية فارس اللي يعتبر الشرير الاساسي عندنا في الفيلم ودي فعلا واحدة من الاستعارات الكتيرة جدا اللي حستها وانا بتفرج على الفيلم استعارات من حاجات كتير منها مشهور جدا ولازم المقارنة تفرض نفسها زي مشهد قتالي مماثل للمشهد القتالي الاشهر من فيلم اولد بوي وزي ابعاد علاقة فعلا فكرتني بشكل كبير جدا بفيلم جلادييتر وزي ابعاد علاقة تانية ورحلة تانية فكرتني بشكل كبير جدا بفيلم ابو علي وحاجات تانية ممكن تكون طارد تحت الرادار شوية زي مثلا الموقف اللي حط برود وامينة في طريق بعض من البداية ده نسخ ولسق من فيلم كونسبيراسي ثيري لدرجة ان حتى عنصر ثانوي في المواجهة ديت زي القهوة ما كلفناش خطرنا نبدله بكوباية شاي مثلا نلاقي برضو استعارة علماشي قرب نهاية الفيلم من حاجة شبه جون ويك نلاقي حوارات وتبادلات زي ما تكون متاخدة من بوستات من فيسبوك لذلك فصفة الاصالة مفقودة في الفيلم دوت بس المهم لما خدنا الحاجات دي كلها ولزقناها جنب بعضها بقى عندنا ايه بقى عندنا تركيبة درامية ملهاش معنى قوي الحقيقة ومليانة فجوات فجوات من كل الاحجام ومن كل الانواع فجوات منطق كبيرة وصغيرة فجوات تواصل مع المشاهد كبيرة وصغيرة فجوات كبيرة جدا ليها علاقة بمدى سذاجة كل الشخصيات اللي في احداث الفيلم بما فيهم ابطالنا نفسهم اللي المفروض انه هم اللي بيحقنوا عناصر الذكاء داخل الاحداث في مشهد مبكر ومفتاحي جدا ما بين الاخوين رقوف وفارس فكرني بشكل كبير قوي بفيلم قصير كنت عملته مع محمود اسماعيل من غير محرى اكتر من كده الفجوات الصغيرة لها دعوة بمقدمات مشاهد الاكشن بتاعتنا ازاي نعادل الكفة ما بين رقوف اللي بيقاتل لوحده امام عشرات من الجانب الاخر كلمة خيبانة عابرة ولكن سبحان الله بتكون مقنعة جدا ومعملنهاش مرة واحدة عملناها عدد من المرات اما فجواتنا الكبيرة فاهمها على الاطلاق هي العلاقة اللي بتنشأ ما بين رقوف وامينة علاقة رومانسية طبعا خصصنا فترة طويلة من زمن الفيلم عشان نحاول نبيعها واغلب تفاصيلها غير مقنعة على الاطلاق اهم سؤال كان في بالي وانا بتفرج على التسلسلات ديت هي هو احنا في ايه ولا في ايه يعني فيلم ابو علي اللي جبنا سيرته من شوية علاقة الفيلم اللي بتنشأ ما بين البطلين بتنشأ رغم الظروف الصعبة اللي بيمر بيها الشخصيتين ولكن ما هياش ظروف حياة او موت يعني ولكن هنا عشرات ومئات الجثث عمالة تسقط وفي نفس الوقت اللي تنين عندهم وقت انهم يحبوا بعض اما على المستوى الحركي وفعلا على الرغم من عدد كبير جدا من الاستعارات فالدنيا الى حد كبير مقبولة مفيش انجازات كبيرة قوي على مستوى تصميم المعارك والتسلسلات بتاعتها يمكن اسر ياسين تعب نفسه شوية في المشاهد بتاعت الاشتباك والضرب على الجانب الاخر مش حاسس ان هو تعب نفسه اطلاقا في مشاهد قيادة الدراجة النارية بل لو عاوز ارمي رهان كده في الظلمة اظن ان هو مساقش متوسكل في الفيلم ده على الاطلاق اغلب المشاهد ده يا اما لقطات من ظهره يا اما لقطات بالخوزة بس زي ما بقول كده حاولنا نقلد اولد بوي فعملنا تسلسل طويل شوية معقول عالم الالعاب النارية اللي احنا موجودين جواه ادانا بعض الاسلحة المبتكرة واللي ما بنشوفهاش كتير وجرأة الفيلم في انه يتعامل مع عدد كبير من مشاهد القتل الشيء انا بحييه بصراحة بس العنصر اللي بيميز مشاهد الاكشن بشكل خاص هو نفس العنصر اللي بيميز الفيلم بشكل عام وهو التجربة البصرية بطلنا الغطاء بتاعه هو تجارة البومب والسواريخ والشماريخ والحاجات دي وعصابتنا عندها بصمة بانها بتستخدم الحاجات ديت عشان تغلوش على العمليات اللي بتقوم بيها استعارة من دا دي بارتت بس خليها تعدي يعني المهم ان دا بيدي اختيارات حلوة جدا في الالوان بيدي اختيارات حلوة جدا في الاضاءة بيدي اختيارات طبيعية جدا في التعامل مع الدخان واحساسي الشخصي ان استثمار دا كان بشكل ناجح استاذ راميم على منصة اكس بتقول هو ازاي فيلم شماريخ حلو كده لأ دا سؤال لازم يتجاوب هو ازاي حلو كده لازم تشرحي من العناصر اللي قربكتني الى حد كبير اثناء مشاهدة الفيلم هي الموسيقى التصورية لانها حلوة لوحدها في تقدير الشخصي غير مناسبة للاحداث اللي احنا بنتفرج عليها وفي نفس الوقت مش قادر احدد هي ايه الموسيقى اللي كانت حتبقى مناسبة للاحداث اللي احنا بنتفرج عليها لان بالاضافة للمشاكل اللي اتكلمنا عليها احنا عندنا مشكلة واضحة في قراية الجو العام للأحداث وبالتحديد في محاولة حقن المشاهد الكوميدية انتو عارفيني يا جماعة انا الصعب قوي اتدايق من حاجة زي دي ولما بتغيب بنادي بيها وبطالب بيها بس المراضي لقى مشاهد كتير لا تستدعي على الاطلاق محاولة الكوميدية باي شكل وباي نوع فما بالك بقى لما تيجي بشكل كوميدية بتاعت سامير غانم استاذة ماريان بتقول حبيت فيلم شامريخ واستمتعت بيه جدا بجد جميل جدا الفيلم وتفاصيله تحفة تفاصيله بالتحديد امينة خليل واسر ياسين تجننوا وابدعتوا هي بتكلمهم هما والكيميا بينكم حلوة قوي وعملالهم تاك كذلك وجدير بالذكر ان لا امينة خليل ولا اسر ياسين ردوا عليها اغضب يا ماريان اداءنا التمثيلي ابعد من بعض الاجتهادات الحركية عند اسر ياسين للأسف ما فيهوش اي شيء مميز او للامانة احنا ممكن نكون ادينا شخصية فارس اللي جسدها ادهم الشرقاوي عدد كبير من التفاصيل المميزة وهي تفاصيل مثيرة للجدل بصراحة يعني ممكن مع اي مشاهد كلها تقلش وممكن كلها تصيب انا الصراحة كتير منها جاب معايا ناس كتير ممكن تقولك بس هو الشرير مش قوي وما عندوش كريزمة هو اولا بكل تأكيد مش قوي هو العكس تماما هو ضعيف زي الطبيعة بتاعة الشرير الاهم في كل افلام جون ويك مثلا زي اخوكين فينيكس في جلادييتر مصدر التهديد الرئيسي بتاعه هو قد ايه ضعيف وقد ايه مريض وقد ايه عنده قدر على الاذاء وقد ايه عنده قدر كبير من الموارد في حاجات في تفاصيل الشخصية وتصرفاتها قلشت طبعا بس ما دايقتنيش بشكل كبير على مستوى البطولة مش قادر افتكر مشاهد مميزة بل على العكس تماما انا قادر افتكر بعض المشاهد اللي اتضيقت من التكسيد فيها زي مشهد معين بنفتتح بيه احداث الفيلم وبنرجع نستدعيه قرب النهاية بطلين المفروض ان هم بيتكلموا بعد ما تعرضوا لتجربة قصية جدا واضح قوي اصطناع النهاجان والارهاق والامور اللي زي دي اللي هو ما بنقولش خليوم يعملوا المشاهد الحركية نفسهم بس طلعهم على تريد ميل شوية مثلا قبل المشهد اه وبمناسبة الحاجات اللي بيتم تقدمها وبعدين استدعائها اظن ان الفيلم نجح في ده بشكل كبير تفاصيل كتير ممكن تبان ثانوية وغير مهمة بتلعب دور مهم قرب النهاية استاذ سام بيقول المصرية ولعوا شماريخ ممنوع بالبطول اه لا ده موضوع تاني استاذ تريبل ايه بيقول كنت فاكر فيلم شماريخ ده هيبقى كله بومب والسواريخ بقى وصداع وطلع كده فحل فيلم شماريخ هو فيلم اكشن من الفئة به او جيم او كاف مفيش حاجة بتتمرد على التصنيف ده غير اسم مخرجه واسماء ابطاله وحقيقي تجربته البصرية المتميزة طالما قررنا ان احنا هنخرج نعمل فيلم اكشن هنجيب بعض المشاهد المستعرة ونلزقها مع بعض ونحط عليها تجربة بصرية جيدة اظن ان على الاقل على المستوى البرامي كان ممكن نعمل حاجة احسن من كده او على الاقل نداري الاستعارات بتاعتنا اكتر من كده شوية ده احنا عندنا شخصية بالكامل دخلت احداث الفيلم بس عشان تفكرنا بفيلم بايباك بما اننا دخلنا على ميل جيبسن كده كده يعني تقييمي لفيلم الشامريخ هو 4.5 من 10 وحقيقي حاولت انقل بعض الاراء اللي عجبهم الفيلم على ما يبدو عشان اسيب الموضوع في ادكم انتو في ناس كتير عجبهم الفيلم اتفرجوا منتو وحكموا بنفسكو في مناقشة الحلقة عاوز اعرف منكم امثلة لتوظيف كوميدي موفق في افلام اكشن جادة ياريت تساهموا برأيكم في الكومنز ياريت تعملوا شاروا لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيه تشتغي لكم الحلقات اول باول تابعونا على يوتيوب وما بقيتش عارف بقى دلوقتي اكس وفيسبوك وانستجرام وشوية حاجات كده وتيك توك للا يعني وبي باي